عاد العم حسين ليتجول في أرضه مجددا دون خوفه من الموت الذي كان مدفونا فيها فقد كانت أرضه عبارة عن حقل ألغام تركته العصابات الإرهابية قبل تحرير المنطقة وتعد المناطق الواقعة شمال المحافظة من المناطق التي تعاني حتى يومنا هذا من حقول الألغام القرية كانت مثروسة ترس عبوات وان طينا الشهداء عني منطي ثلث شهداء ثلاثين ودخوتي واحد بره ضيعتي نزرع سزرعنا الأراضي ما نكلها والحمد لله والشكر خمس سنوات مرت على تحرير المحافظة وما تزال الألغام تحصد أرواح الأبرياء فيها هذا وتتحدث المنظمات الدولية عن صعوبة تطهير هذه الأراضي فالكوادر المختصة تقول أن حقول الموت قد زرعت بطرق مختلفة لقتل كل من يقترب منها حتى وإن كان من المختصين بعمليات إزالة الألغام أكو براميل براميل هذا بالميتين لتر تلقى بيه مصدتين ثلاثة يعني مثلا تلقى بيه سيدة ضد الرفع تلقى مثلا مصدر بيه أو مصدرتين أو وسيلتين يعني أول مرة صارت تقريبا قولانا سبعة عشر سنة بالمعالجة فأول مرة أدخل بحقل أو منطقة بها كثافة بالعبوات بهذا الحجم ثاني أكبر المحافظات العراقية قد حررت عسكريا لكن بعض أراضيها ما يزال الموت مسيطرا عليها ومحتلا لها وينتظر سكانها عمليات التطهير من أجل العودة إلى مناطقهم بأمان من الموصل محمود الجماسة قناة التغيير